أبرز أحداث هذا العام في الأردن كان اقتصادياً تمثل في اتفاق تصدير الكهرباء إلى لبنان ونقل الغاز المصري إليه عبر الأراضي الأردنية والسورية لكن الأردنيين فوجئوا بتوقيع حكومتهم اتفاق إعلان نيات لتصدير الكهرباء إلى إسرائيل مقابل الميلة عام استثنائي عاش الأردنيون فيه أحداثاً غير متوقعة في صباح الثالث عشر من مارس آذار استفاق الأردنيون على خبر وفاة تسعة أشخاص في مستشفى السلط الحكومي نتيجة نقص الأكسجين الناجم عن تعطل المعدات الطبية وأخذ قرار أيضاً بإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وأصدر القضاء الأردني حكمه بالسجن ثلاث سنوات بحق مدير المستشفى وأربعة من مساعديه بعد إدانتهم بالتقصير الذي تسبب بحالات الوفاة الأحداث تواصلت ففي مساء الثالث من أبريل نيسان بدأت في العاصمة الأردنية حملة اعتقالات طالت شخصيات أردنية بارزة أعلن أن الحملة تجري لأسباب أمنية ما هي إلا ساعات حتى تم كشف النقاب عنها عرف بمحاولة انقلاب يقودها الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قضية أسميت إعلاميا بالفتنة كانت نهايتها الحكم باستجني على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد وفي سبتمبر أيلول أعلن الأردن عن استعداده لاستجرار الكهرباء الأردنيات إلى لبنان عبر سوريا وتم ذلك من خلال اتفاقيات عقدت في عمان بين الدول الثلاث وقبيل نهاية العام فوجأ الأردنيون بتوقيع حكومتهم اتفاق إعلان نوايا مع إسرائيل يقضي بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء جنوبية المملكة وتصديرها لإسرائيل مقابل أن يحصل الأردن على مئتي مليون متر مكعب من المياه سنويا اتفاق لاقى غضبا شعبيا وبرلمانيا بسبب رهن مصير الدولة الأردنية بيد إسرائيل كما قال المعترضون يغلق الأردنيون عامهم بأحداث ثقيلة مرت عليهم ويدخلون عامهم الجديد في ظل ذحديات جمع على مختلف الصعود وتبقى أعينهم ترقب عاما يحمل الأمل لتجمور العربي عمه